ازاي ممكن ايه الافكار اللي احنا ممكن نعملها علشان نقضي وقتنا مع ولادنا بطريقة صح هنطلع منها في النهاية ان احنا افضل من اللي كان قبل ما نخش الحظر ده طلعنا افضل من كده ونطلع من الحظر كويسين بصراحة انا كأم في الاول زي كل الناس انا اول 3-4 ايام حسيت بإحباط رهيب واكتئاب والاعداد وكل الحاجات عملتها زي كل الناس بعد كده روحت بحب قوي اقفشني كده تعالي عادي كده بقى عشان كمان انت بتبقى كمان مضغوط فانت بتطلع ده على الولاد من غير ما بتاخد بالك عارفة كمان ان الامم المتحدة بدأت تحط دلوقتي تحذير ان العنف زاد خاصة بقى الزوج اللي بيدرب واللي بيزعق واللي بيشتم موضوع زاد جدا والاطفال اللي بتتضرب فطبعا للأسف يعني بالزبط فقعدت كده مع نفسي وقلت طيب انا محتاجة اطلع من الحالة دي ايه المشاعر السلبية اللي عندي فكتبتها كلها وبعد كده اعتقد اقول بقى طيب اوكي ما ايه اللي بقى لايخرجني من ده وكتبته كله بدأت بعد كده اقول حلول عملية وابدأ اعمل خطة بقى الوقت اللي جاي انا عايز اعمل ايه يعني كتبتي ايه المشاعر السلبية اللي انت بتمر بيها قلق خوف التراب خايفة من مستقبل خايفة من بكرة خايفة على عيالك بالزبط وبدأت تحطي طيب ايه اللي انا ممكن اعمله علشان اكون افضل اكون افضل وبعد كده خطة ان انا كل يوم هعمل ايه وبدأت اعلقها حتى النفسي حلول بالعلقها للاطفال بيت اعلقها لنفسي فبدأ بعد كده ابني يسألني بقى انه طيب انا كمان عندي مشاعر بعدين شوية هتكلم فيها كتير قوي فبدأ يحكي ليعناه وبعد كده راح عليه طب انا عايز اعمل خطة زي ما انتي عامل لان شايف الورقة وبدأ بعد كده يقولي طب انا بكرة هعمل كذا بدأ يحط هو خطة لليوم ان انا هعمل كذا 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 وبدأت بقى الحياة في البيت تكون اهدى اهدى شوية شوية الحد انا دلوقتي تقريبا مش بعرف خلص اي حاجة عن التلفزيون ده تعمل حاجات مع الاهالي ان انا قابلهم اونلاين نتكلم في شوية مواضيع عن التربية انه بساعد اشوف الحاجات اللي عندي اللي ممكن تساعد ناس غيري في الوقت ده اللي اتضغطوا فيه زي ويبقوا افضل يبقى حياتهم في البيت افضل فبدأت افكر انه محتاجة اكون اقابل اطفال مثلا على زوم ونحكي وممكن نرقص نسمع اغنيين بنا نفكر في كل الحاجات اللي ممكن تخليني انا احسن لما انا عملت ده يعني ارتحت اهو ارتحت وحسنت ان انا بعمل حاجة وانا في البيت دي حاجة حلوة وانك بتعمل حاجة انت بس اللي كذبان منها يعني انت كذبان من نفسك انك مبسوط ومرتاح مع نفسك وكمان نقلت كل البوزد في انرجي كده دي كلها لكل الناس عايز بس اأكد على حاجة انا شو انت بتتكلمي هاخد من كلام نشو اقول حاجتين اول حاجة الورق والقلم يعني الورق والقلم ده يعني ما يفعش حد يفكر اصلا من غير ورق والقلم انا لازم اجيب ورق والقلم وطلع اللي موجود جواي حطه على الورق وابدأ اشوف الحلول ايه الحاجة التانية مهمة جدا يا جماعة القدوة انا برجع اأكد على القدوة استحال اولادك هيعمله حاجة انت ما بتعملهاش يسا اولادك لما يشوفوك انت بتعمل هيعمله زيك مضغوط هيكونوا مضغوطين فالطاقة طاقة الغضب وطاقة الضغط دي من غير ما تتكلم هي هتطلع وكمان حاجة تالتة نمتنع عن الاخبار السببية يسا تهم يا نشو بس فدي زمان تحارتك قلت احنا مرايا لولادنا ده حقيقي فانا لو داخل انا استرس هيبقى فعلا هو كده لان فيه وردي خلايا عصبية هي اللي بتنقل ده من غير ما انا باخد بالي انا متعصفة بزع فتلاقي الطفل كمان بيزعق وبعكده اقول له ما تزعقش وانا اكون انا مزعقة يعني صحيح فدي من الحاجات اللي فرقت معايا قوي وفرقت مع الناس اللي كنت بقى معهم الكورسس دي بسطة يعني كرايز